موسيقى أولاً كنشكر جديدة أنفاس اللي منحتني هذه الفرصة لتنوير الرأي المحلي والوطني حول تصريح رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الضار البيضاء فالقانون 114 المادة 27 كتنص على إسناد اللجنة للمعارضة ولم تحدد المعايير دير الترشوح بحيث ما كنش الاعتماد على النسبية وش هذا الفريق عنده ستة ولا عنده عشرة ولا عنده سبعتاش الترشوح وحالتنا على المادة 26 و25 بمعنى أن الانتخاب دي الرئيس اللجنة يطبق عليه ما يطبق على انتخاب رؤساء اللجنة الدائمة حق الترشوح هو حق دستوري وفريق حزب تقدم الشركية بجماعة الضربدة هو مستقل في قراراته ولا نسمح لأي كان أن يفرض عننا الوصاية هذا من جهة من جهة أخرى أنه صرح أننا امتناعنا عن التصويت كنأكد أن النظام الداخلي امتناعنا عن التصويت وكذلك فريق العدال والتنمية امتناعنا عن التصويت بعدما تم الاتفاق مع الرئاسة على أساس تقديم اقتراحات وبعد رفع الجلسة باشرنا العمل كممتلي الأحزاب السياسية وتقدمنا بمجموعة من الاقتراحات التي تقبلت لماذا نفرضوا نحن كان معارضة على الأغلبية لكي يقبلوا جميع الاقتراحات 100% ولكن واحد نسبة دي 70% أو 80% تقبلت وهنا نشكر الرئاسة على سعة الصدر ديالهم وعلى تحمل مع الأسف أن رئيس الفريق رووج مغالطات وإشاعات لا أساس لها من الصحة اليوم نقول وبصوت مرتفع أن فريق حزب تقدم والشركية مشتقل في قرارته وسنمارس المعارضة الديمقراطية الوطنية المعارضة البناءة بعيدا عن مزايدات سياسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر